طبعا في المسال ده اولاد والمسال اللي قابله هتلاقي نفس السيناريو ان احنا عندنا برضو نقطة موجودة على مستوى ميل فان انا عشان اجيبها لازم نجيب وجودها فين على طول الحقيقي او الابعاد اللي موجودة على مستوى ايزومتري وبابتدي ان انا اعمل لها لف للنقطة دي بعمل تلاتين 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 طيب لنفرض ان انا عندي نقطة موجودة على مستويين ميلين يعني ايه بقى الكلام ده يعني انا عندي في مستوى ميل قدام في الشكل عندي قطعين في الشكل وان التشكيل بتاعي موجود على القطعين دول تعالوا نشوف مثال كده علشان نفهم الموضوع ده نفرض مثلا ان انا عندي حاجة الموضوع ده نفرض مثلا ان تشتكيلي هذا هو بالفعل اشتركوا في القناة 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 فين يا ولاد? موجودة عندي في الشمال. فالمحاور بتاعتها تكون ايه? محاور بتاعتها عمودي وميلة على تلاتين يمين. كاي براف ادي عمودي. وادي الميلة على تلاتين يمين اهو. وهبتدي ان انا اكمل المعين بتاعها. يمين بمقدار نصف. موازي يمين بمقدار نصف القطر. موازي شمال مقدار نصف القطر. فوق بمقدار نصف القطر. تحت بمقدار نصف القطر. وبعدين بنعمل ايه? ادي الزاوية المنفرجة. برافو عليكم. وبعدين قادي السبعة تمانية بتاعتنا ايه بعدين بعين المراكز وبعدين بركز واخدوا الربع واخدوا الربع ده بركز وروح واخدوا الربع ده طيب رسمت التشكيل بتاعك بتاع الدايرة شوف ابتدي ان انت اجسمها بالمرة عشان ما ترجع لاش تاني دي هتبان على تلاتين لأ تب دي هتبان على تلاتين اه طيب هبتدي ان انا اعمل ايه بعد كده هبتدي ان انا التباية التشكيل بتاعي اللي هو المنشور الناقص ده هبتدي ان انا ارسمه تطلع من فوق تحرك نص المسافة يمين نص المسافة شمال واتوصل توصيل حر ووصل توصيل حر وعلى تلاتين وعلى تلاتين طيب وهبتدي اعمل ايه تاني اولاد هبتدي ان انا الشكل بتاعي ده هجسمه على تلاتين على تلاتين على تلاتين على تلاتين وتوصل برضو هنا توصيل حر عملت التشكيل بتاعك وجسمته ابتدي يشوف لي بقى بصري على المسقط التاني هتلاقي ان هو القطع اللي هو بتاع شكل حرف اليو ده عايز يترسم طيب هترسمه ازاي خلينا نقول ان احنا هنبتدي على طول من السطح اللي فوق وهنقول ان احنا عندنا اربع نقطة نقطة ايه نقطة بي نقطة سي نقطة دي عايزين نرسم المستطيل اللي هو اي بي سي ده هنا هنعمل ازاي هنتحرك من هنا المسافة دي ندخل من هنا المسافة دي دخلنا اهيه وبعدين هنسمي النقطة بتاعتنا دي ايه هنسميها ايه طيب وبعدين هننزل المسافة من ايه البي على المستوى بقى ايه المستوى الايزومتري اللي هو المستوى اللي قدام يعني ما تراش ترسم على المستوى المايل لسه هنبتدي ان احنا نلف النقط بتاعتنا جبت المسافة ايه بي اهي استها وجبتها يعني لو دي يا اولاد آآ تلاتين ميلي فانا هابتدي هاقس من ايه البي عمودي تلاتين ميلي وبعدين اتحرك من كده من بيل سي اللي هي مسافة من بيل سي يعني مسلا لو المسافة دي عشرين ميلي بقس من هنا للهنا عشرين ميلي بعدين بتطلع عمودي لحياة النقطة دي ايه دي النقطة دي طيب عشان اجيب ايه داش ودي داش دي داش هعمل ايه مش محتاج اكتر من ان انت تاخد على 30 على 30 تمام يبقى النقطة دي اسمها ايه ايه داش ودي اسمها ايه داش طيب عايز اجيب النقطتين بي و سي نفس السيناريو اللي احنا عملناه في الفيديوين اللي فاته بنعمل يا ولاد على 30 طبعا انت ممكن تتحرك على 30 كده وممكن تتحرك على 30 ورا مش هتفرق بس خلينا قدام عشان انتو تشوفوا العملية نفسها عايز هجيب النقطة بي داش هعمل ايه؟ على 30 خبط العمودي خلينا نعملها كمان باللازرة علشان تبنية اكتر على 30 خبط العمودي على 30 خبط المايل على 30 ومن البي على 30 يبقى النقطة دى اسمها ايه يا ولاد برافو عليكم اسمها بي داش اللي هي الوقع على مستوى المايل طيب ونفس السيناريو هعملهه مع السي تلاتين 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 ومن هنا على تلاتين يبقى دى Dom هي اولاد سي داش برافو عليكم وزي ما هم متوصلين قدام بوصلهم ورا هم متوصلين قدام ازاي اي بي سي دي يبقى احنا نوصل اي داش مع بي داش وبي داش مع سي داش وسي داش مع دي داش تعالوا نعملها برضو باللون التقيل ده ونجسم بقية الجزء ده كده ما فيش مشكلة خالص طيب انا عايز دلوقتي اشوف النقط اللي هي موجودة زي الاي والبي والسي والدي بس مش على السطح ده لا على السطح المايل التاني اللي ورا تعالوا نعملوا كده بقلم لاحمر خفيف عشان يبان لنا انا عندي السطح ده اهو انا عندي سطح تاني زي السطح ده كده ورا اللي هو هنعمله اللي هو السطح ده كله المفروض ان اللي اربع نقط دول زي ما هم موجودين على السطح ده موجودين على السطح ده موجودين على السطح التاني اللي ورا طب الكلام ده هيتم ازاي بدل ما انا كنت بقف عند الخط المايل ده لا هكمل لحد مقطع الخط المايل ده عشان اوجد النقط بتاعت البي دابل داش والسي دابل داش ازاي بقى الكلام اللي انا بقوله ده تعالوا نكمل بألم مثلا بالألم الاحمر اهو بي ميل اطاعلي العمودي ميل على 30 اطاعلي بقى مش الميل ده لا هيطاعلي الميل اللي ورا على 30 مثلا خليها كده بي ده شويه اهي ومن هنا على 30 با يدي اسمها ايه بي دابل داش اللي هي بي اللي موجودة على المستوى المايل اللي ورا مش المستوى اللي قدام المستوى المايل اللي ورا طيب عايز اوجد سي دابل داش نفس السيناريو ااا سي اول ما يقطع لك العمودي على 30 يقطع لك الميل على 30 ومن هنا ايه هتكمل على تلاتين يبقى النقطة دي اسمها ايه بقى اسمها سي دابل داش اللي هي سي اللي موجودة على المستوى المايل اللي ورق مش المستوى المايل اللي قدام طيب تعالوا نجسم كده عشان نشوف الشكل بتاعنا على تلاتين على تلاتين طبعا ايه ان انت تجيب ايه دابل داش دي عملية سهلة يعني مش مستطيع مش مستطيع ان احنا نقض نشرح ايه هنسميها كمان ايه دابل داش طيب وهنجسم دي برضو اهيه على تلاتين طيب دي دابل داش هنعمل يا ولاد على تلاتين يبقى دي اسمها ايه دي هنعملها بالقلم لاحمر عشان ما اتقلش علينا دي اسمها دي دابل داش طيب وهنجسم ده برضو كده يبقى اذا انا عملت ايه ده دابل داش ودي دابل داش طيب المفروض ان ايه متوصلة مع البي دابل داش متوصلة مع البي دابل داش بس هتكون بالنسباني مش كلها هتبان يعني هيبان منها جزء صغير خليني اوصلها كلها كده بالقلم لاحمر اهيه وخليني ان انا هجسمها يعني طبعا انت هتلاقيها كده لجوه شوية نقطة النقطة دي هتلاقيها هنا كده مثلا اللي هيباني منها الجزء صغير ده اما انا بقيت الحاجة دي كده مش هتبان طيب اخر حاجة بالنسباني ايه ان انا هوصل البي داش بالبي دابل داش وطبعا برضو مش هتباني كلها لا انا هيباني بس الجزء الصغير ده اما انا بقيتها كده لا الجزء اللي قدام ده كده خفيها فانا بالنسبالي بالطريقة دي ادارت ان انا اه ارسم التشكيل بتاعي ده قدام وارسمه وراء وانا انا هوصل بس النقط اللي انا محتاج ان انا شوفها يعني في الهنا في المسألة دي اختلافها ايه عن المسألة اللي قابليها اختلافها ان انا بدل ما كنت بعمل التشكيل بتاعي على مستوى واحد بس لا ده انا التشكيل عندي هيظهرلي في المستوى القدام وهيظهرلي في المستوى الوراء يعني انا بلف النقطة بتاعتي كم مرة بلفها نقطتين مرة عشان اجيب الدياش ومرة عشان اجيب الدياش طب افرض عندي اكتر من المستويين برضو نفس الموضوع لازما بتدور على الريفرنس او البداية بتاعت المسطح بتاعك وبتكمل من عليها يعني هنا كان الفرق بين لف النقطة بي داش والنقطة البي دابل داش ايه اولاد الفرق بس بسيط جدا ان انا بدل ما كنت بكسر التلاتين بتاعتي عند الخط ده لا كنت بكسرها عند الخط ده واعتقد ان هي كده واضحة برضو خلينا نشوف معاكم لو انا مثلا عندي الحتة دي كده اللي هي اني حتة اللي هي الحتة دي كده تمام لو انا مثلا عندي المساحة المساحة دي كده مثلا اللي هي تكون قاني مساحة اللي هي المساحة اللي في النص هنا دي مرافو عليكم خلينا نتقابل في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة